حسنا عفو يا شباب خلصنا الباب الخامس المحاضرة الماضية ذكرت لكم ان المحاضرة هذه ستكون في امثلة اضافية على الموضوع ذكرنا في نهاية المحاضرة الماضية موضوع is none is not فحابب ان انا اخصلك اياها احنا اتفقنا انه في فرق كبير بين ان انا اقول ان x تساوي الصفر وال y تساوي none في فرق كبير احنا اتفقنا انه none عبارة عن nothing لا شيء وهذه عبارة عن قيمة كم مقدارها zero فبالتالي هل هذه تساوي هذه ممكن تقول x تساوي تساوي y شو الناتج zero فالصف فالصف الزيرو لا تساوي هل الزيرو تساوي none لا فبالتالي اوعك استرجك في الامتحان واجه اقولك انه الزيرو بتساوي none تروح تقولي انه true لا فالصف الزيرو بالضبط الزيرو قيمة وهي غير مختلفة تماما عن لا شيء nothing طيب واتفقنا كذلك انه ممكن انه حكينا انه فيه شغلة في البايثون انه تسمحلك تستخدم ال is operator فبالتالي ممكن تقول انه x is y فبالتالي هاي مكافئة لهاي والهدف من ذلك انه يخليلك انه لغة البرمجة اقرب للغة البشر اكتر فبذل ما تقول انه ال x تساوي تساوي ال y لا هيك مش قريبة علينا احنا كلغتنا فبالتالي بتقول x is y فبالتالي الناتج تبحى نفس الاشي true او false والناتج هنا false زي ما اتفقنا وبالمقابل مدام في عندك is في عندك is not واللي هي مقابلة لا لا تساوي هل ال x لا تساوي ال y true وهي عبارة عن ال x is not y true تمام فبالتالي عندك is و is not فبالتالي عندك is not كيف حرفت ال y كيف لا نفس الاشي و يعدوا نفس العمل كذلك بدك تخلي بالك لو انا قرفت z بتساوي هذا عبارة عن ايش who has to be empty string t just But it's empty مازجان يكون entrada مازجان مازجان هل ال empty string عبارة عن no لا single z is Y false single z يسبب is not y وشفنا المثال المرة الماضية انه انه يعني طبعا طريقة حل انه احنا كيف نجيب اصغر رقم في لست لو كانت عندي هاي لست نجيب اصغر رقم في لست فببساطة بعتبر انه اصغر رقم هو عبارة عن اول عنصر في لست ما تقلقش لو في اصغر منه لانه هتجيبه انت هتلف عليهم كلهم فبالتالي هنا انت بتلف عليهم كلهم اذا في رقم اصغر خزن ليه في لست واتبع لست ها قد هذي طريقة سهلة فعليا انا ارجي لك طريقة تانية والهدف من الطريقة التانية ارجي لك استخدام النن الطريقة التانية انه بدل ما انت تعطي قيمة للسمال لست بدل ما تقول ناقص مية ناقص عشرة صفر شو عرفك انه انت في عندك رقم في لست مش اصغر من الناقص واحد فبالتالي المنطق بيقول انه انت الاسمال لست بدك تعطيها قيمة ابتدائية لا شيء اصغر حاجة انا عندي لا شيء تمام والان هاي نفس الحل صح روح لفلي على كل الارقام اذا الرقم هذا اصغر خزن ليه في الاسمال لست وبعدها بعد ما تخلص اللفات تبعتها كلها اطبع لي الاسمال لست ها قلت المشكلة هنا انه لو خليته زي هيك بطلع لك ارور ايش الارور هذا التايب ارور انه علامة الاصغر منه مش مدعومة بين مين ومين ومين بين الانتجار والنان وقال لك كيف بدك يعني اقانن الانتجار مع لا شيء كيف بدك اعرف انه اكبر ولا اصغر فبالتالي بنروح بنضيف هذا الكنديشن فبالتالي بنروح بنظيف هذا النبر هذا الكنديشن خليناك بيكون true in the first iteration فقط بيكون true في الانتجار الاولى بعدها يصبح false لماذا؟ لأنه يأخذ قيمة يبطل نون فبالتالي هنا يأتي أنه أول رقم أنت عندك ثلاثة تمام والمالس أنت عندك نون هل المالس تساوي نون؟ صحيح لماذا؟ لأنه أول رقم لسا هي فبالتالي المالس تساوي النمبر اللي هي عبارة عن ثلاثة فبالتالي هذا الشرط أضفناه لأنها لجقيمة النعم أي نعم بطبيعة الحل الحل التحت هذا أسهل ولكن هذه طريقة ثانية للحل أعطيتك إياها لأن تعرف أين استخدام الإز والنعم تمام يا أستاذ؟ في أحد أن يدد سؤال في أحد أن يوجد سؤال شكرا